الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وصلت إلى يومها الثلاثة وتمانين وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل اليوم فقط 187 فلسطيني في غارات إسرائيلية خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وده بيعتبر أنه أكتر عدد من القتلى كان في يوم واحد وبذلك ترتفع عدد الضحايا الفلسطيني منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع اللي بدأ من السابع من أكتوبر إلى 21.507 شخص قتلوا معظمهم من النساء والأطفال عدد الجرحة تجاوز 56 ألف وهذه الأرقام لا تزال أولية إذ لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال آلاف الضحايا من تحت الأنقاذ وده بحسب وزارة الصحة الفلسطينية أيضا إسرائيل أعلنت مقتل أكثر من 500 جندي منذ بدء الحرب منذ السابع من أكتوبر أيضا منذ الهجمات اللي بدأت في السابع من أكتوبر وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أكتر من 160 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بدء الهجوم البري داخل غزة فيما أصيب نحو 900 جندي في الكتال مع مقاتلي حماس تقول إسرائيل أنها توقف حملتها في غزة أنها لن توقف حملتها في غزة حتى تدمير حماس حماس بقى والقسام بيقولوا أنه مش هيكون فيه أي مفاوضات غير لما يحصل وقف الإطلاق النار تماما طيب بالنسبة لوقف إطلاق نار إحنا كنا عرضنا على حضراتكم تقرير الحلقة اللي فاتت عن موضوع المبادرة المصرية الفكرة إحنا لقينا تقرير تاني من فرنس 24 بيتكلم عن هذه المبادرة طيب ليه هنعرضه تاني هو مختلف وفي نفس الوقت فيه بعض الإضافات اللي أضيفت هذه المبادرة وكمان النهاردة في إطار العاجل قالوا أنه يحيى السنوار محتمل اقترب من أنه يقبل بهذه المبادرة المصرية ويحصل هدنة علشان يحصل فيها تبادل للأسرة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وأن دي تعتبر بما سابق وهيكون فيها طبعا هتتضمن وقف الإطلاق النور ودن جنبا إلى جنب في شوارع تل أبيب مساء الخميس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة الهدف نفسه يطالب به الفلسطينيون في القطاع بينما توجه وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات نحن كمواطنين فلسطينيين نترقى بأخبار الوفود الفلسطينية التي تجي القاهرة أو تروح قطر والوفود الإسرائيلية في محاولة الاستراق أي خبر يتعلق بحالة التهدئة أو وقف إطلاق النار الكامل وهذا ما نتمنى تعتبر مصر أحد الوسطاء الرئيسيين في هذا الصراع وهي تنتظر ردود الأطراف المختلفة على خطة السلام التي اقترحتها في الأسبوع الماضي إطار مقترح يهدف إلى محاولة تقريب وجهات نظر كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة تتضمن الخطة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل ثلاث مراحل تنص الأولى على وقف إطلاق النار لعدة أسابيع ما يسمح بإطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وتنص الثانية على إجراء حوار وطني فلسطيني تحت إشراف مصر بهدف تخفيف التوترات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وتشكيل حكومة تكنقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة معا وتتضمن أيضا إعادة إعمار القطاع أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وأن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل فرصة نجاح هذه الخطة في وضعها الحالي في إقناع الأطراف المختلفة ضئيلة فرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تعهد بالقضاء على حماس والحركة ترفض أي حديث عن إطلاق الرهائن هنشوف بقى هل هيوصلوا زي المرة اللي فاتت في النهودنا تبقى يعني أسبوع الحقيقة كانت قال إن الوفد هيروح لمصر وهيناقش هذه الخطة ووفد طبعا من الفصائل الفلسطينية بما فيهم حماس وبرضو هينقشوا غزة ما بعد الحرب بإنه برضو يكون فيه تحالف من القوى الفلسطينية مجتمعة مع بعضها هيئة الاستعلامات المصرية قالت إن الكاهرة لم تتلقى ردا من الأطراف المعنية حول مقترح وقف الحرب بغزة وسيتم بلورة مقترح وقف إطلاق النار في غزة فور تلقينا الردود المهم إن اللي بيحصل دلوقتي إنه فيه طبعا دفع لإنه الفلسطينيين يروحوا ناحية رفح وإنه بنتكلم برضو ده معناها إنه لسه مخطط التهجير وبدأوا يتكلموا عن إنه مخطط التهجير ده بدأت إنه هيبقى فيه مؤغراءات لمصر وفيه مصدر لوكالة نوفستي كان كشف عن وجود خطط للحكومة الإسرائيلية لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر وإنه قال بزريعة الدمان السلامة والمصدر قال إنه الحكومة الإسرائيلية عدت خطة وإن الخطة دي هيحاولوا إنهم يدغطوا على مصر وإنه الولايات المتحدة الأمريكية هتتدخل في هذه المحاولات لإقناع مصر إنه يبتدي إنه ينقلوا مالا يقل عن مائة ألف شخص إلى أراضي مصر وبعد كده إنه يبتدي يعملوا ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة وإنه كمان على الجانب الآخر برضو من ناحية الضفة الغربية وبالتالي بصراحة إنه مصر طبعا بترفض هذا الأمر والأردن بترفض هذا الأمر وبدأ يقوله هل ممكن مصر تصعد بالنسبة له هذا الموضوع وإنه دلوقتي موضوع برضو محور فلاديلفي اللي عايزة إسرائيل تكون لها تواجد بر عليه وإنه دلوقتي دفع الفلسطينيين إنه هم يروحوا ناحية رفح الحقيقة إنه صعدت مصر على المستوى الرسمي من رفضها لمخططات التهجير في سيناء وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من مخاطر هذه الفكرة وقال إنها ستكون تصفية للقضية وفي نفس الوقت طبعا بيرفض رفضا تاما إن هذه الأراضي أراضي مصرية ولا يمكن أن يتم دخول الفلسطينيين وقبل كده كان اقترح عليهم طب ما تودهم لصحراء النقب هتجبوهم ليه وخلصوا اللي أنتوا عايزين تخلصوه وبعدين نشوفوا هتعملوا إيه فالحقيقة هي دي الفكرة محور فلادلفيا إسرائيل بتقترح بناء جدار مطور تحت الأرض على الحدود بين مصر وغزة بعد ما رفضت مصر أن يكون في أي تواجد بري في هذا المحور اللي يعتبر على الحدود مع مصر بدأوا دلوقتي يفكروا بأن هم يعملوا جدار والكلام ده كان برضو فيه تفكير وفيه تفكير كمان في موضوع المنطقة العزلة بالنسبة ما بين إسرائيل وقطاع غزة أمور كتيرة لسه بيفكروا فيها عموما نتنياهو قال أنه خطتنا تتضمن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة اللي هي منطقة العزلة بيقول المنطقة هتشمل كمان حدود القطاع مع مصر لمنع تهريب الأسلحة وخبراء بيحذرون من حرب وشيكة بين مصر وإسرائيل إذا استمرت إسرائيل في دفع الفلسطينيين نحو مصر وفي نفس الوقت إذا كان فيه أي توطر هيحصل عند محور فلادلفيا أو أي توطر هيروح وهيطال الجانب المصري من معبر رفح فهنشوف طبعا وده دائما مصر ما تحذر من هذا الأمر الجيش الإسرائيلي النهاردة نزل منشورات كتيرة جدا على كل السكان في خان يونس والبريش بأنهم يتوجهوا جنوبا إلى رفح عشان كده بقول لحضراتكم أن الأمر صعب جدا عندنا طبعا استهداف كمان للمستشفيات عشرون شهيد في مخط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس عندنا جرحة في قصف إسرائيل اعتجمع المواطين أمام مستشفى الشفاء المستشفات كلها بتعاني فيه كمان كان اطلاق نار على أحدى قوافل المساعدات التابعة للأونروا النهاردة برضو حصل وده يعني علامة خطر قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا الهجاري قال إن الجيش بيأسف المقتل الأسرة الثلاثة اللي قتلوا بالخطأ وكان برضو كانوا سحبوا فيه بنت الفرنسا وهي اللي كانت محتجزة كانت طلعت في فيديو كانت بتقول إن هي كانت شعرة بالخوف باستمرار وكمان كانت القوضة اللي هم حبسينها فيها كانت قوضة مظلمة متحدث باسم كتاب القسام كان بيقول لا تبادل الأسرة إلا بوقف الحرب والفترة اللي فاتت موضوع التعن ده كان عملية التعن اللي حصلت زي ما قلنا كان فيه إصابة مجندة وحارس أمن إسرائيليين وقتل إسرائيل قتلت منفذ هذا الهجوم بسكينة كان فيه إصابة أربعة كان فيه كمان عندنا موضوع جديد مدهمة القوات الإسرائيلية لمحلات سرافة في الضفة الغربية وكانوا بيقولوا إن الأموال دي بيمول بيها حماس ولكن الجانب الفلسطيني بيحاول بيقول إن كده اللي بتعمله إسرائيل إن هي تنهي على الشعب الفلسطيني ويبقى فيه مجاعة وما يبقاش معاه أموال وخصوصاً كمان بعد العمال اللي قاعدين في منازلهم جلسة في مجلس الأمن ومن نقشة التعصف فعيد وهنشوف طبعاً إيه اللي هيتم